هنروح لرفع الأثقال ربعين اللي بيستعدوا لبطولة البريس عشرين اربعة وعشرين لعبوا منديال رفع الأثقال في السعودية وحققوا المركز الثالث في الترتيب العام إنجاز كبير لربعين مصر في رفع الأثقال منتخبنا الوطني لرفع الأثقال حقق المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة العالم للكبار واللي تلعبت في السعودية في الفترة من 13 ل 17 سبتمبر اللي احنا فيه مصر حققت سبع مديليات خمسة دهب واحدة فضة واحدة برونز ميداليات مصر جات عن طريق ثلاث ميداليات دهب عن طريق نجمتنا الكبيرة سارة سمير وتلاث ميداليات اتنين دهب واحدة فضة لكريم كحلة وميدالية برونزية من نصيب محمود حسني وصدرت الترتيب العام كانت لصالح منتخب الصين ب33 ميدالية منهم عشرين دهب وعشر فضة وثلاثة برونز وجات تايلند في المركز الثاني برسيد تسع ميداليات وهم خمسة دهب واحدة فضة وثلاثة برونز وجات مصر في المركز الثالث انجاز كبير لربعنا طبعا السين راحت ببعثة كبيرة جدا جدا عشان كده حققت الثلاثة وثلاثين ميدالية الحقيقة منتخبنا ما راحش بعدد كبير ولكن منتخبنا لما يحتل المركز الثالث على كل فرق العالم يبقى ده ان شاء الله رسالة تدعو للتفاول قبل عشرين اربعة عشرين